سلام عليكم الاخوان مرحبا بكم في فيديو جديد مع مهدي من قناة تيجيتك قبل ما نبدأ تنسوك دعمونا بلايك والشراك في القناة وتفعيل جرس باش وقم اللحشة فيديو شكرا على التعم لكم في القناة نخرج من الروتين والتليفونات ونقوم بشرح بعض الخصائص او بعض الخطوات اللي خصنا نديرو بعد الفورماط لالبيسي ديالنا يعني من بعد ما تفورماط البيسي شنو ما اول حوايج خستكدير باش البيسي يبقى خفيف وخات تريشارج البراميج اللي تخدم فيهم البيسي كيفاش نحافظو حتى على الرام ديالنا في البيسي خصوصا في الويندوز ديس اول حاجة اخوانا غادي نقوم بها اول خطوة غا نقلقوا على صورة على اليمين ثم غا نمشيو البرسوناليزي في حلقة كما تشوفو غا ندخلو بس الرقلاج ديروكتو غا نمشيو اللي تيم اول حاجة قام شيو البرامتر ديزايقون دي بيرو كا نبينو ديك اللي ت مثل ديالنا في البيرو حيز بزاف ديالناس ما كادفوش ديروه د خاصية سوف نعلمه علاقة على هذه الأساس وضعه الوصف وضعه الوصف وضعه اوكي ويظهره معنا كما ترون هنا ثاني حاجة نقوم بها هي نضغطه اضعه ومشيو البرسوناليزي ومشيو الكلور اول حاجة انا استخدمه مو دسمبر اول الوضع الليلي في البيسي لكي تحافظ عيني يكمل منها من الأشعة الزرخة لذلك نضغطه ثاني حاجة ثاني حاجة نضغطه نضغطها لكي نحاول نضغطه ثاني خطوة معنا ثالث خطوة سوف نحبط نضغطه نضغطه ثاني نضغط نضغط على ونضغط الهاتف لم تنظر بهم مثلا ثاني نضغط بشكل سوف نضغط ونضغط مغلط الهاتف أستسنع لكم في سترق في لفرماتك ستجد لديك الكثير من الامريكات سوف أجد مغير المدمر سوف نتشارجها بالبرامج سوف أجد المستشاركون لديك الكثير من الامريكات و سيكونوا في الويندوز من الأحسن أنكم سيتم الإستشار لكي تشغيل حولكم من الامريكات لديك الكثير من الأناس ما زال ما تريد شارجيش البرامج ولكن كنننسطالي شي حويج لكينا في الويندوز ديس وانا ما غير نخدمش بيهم باش ننخذ مساحة من 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 استوكاج ديال بيسي دونك كنننسطالي من الابليكاسي ثالث خطوة معانا اخوان او لرابع خطوة اللي هي كنننشيو الجيس سيونيغ ديتاش كننن بطل تحسو تنكليكي وكليك بليمين بلا سوري سننشيو الجيس سيونيغ ديتاش بحال هكا من بعد سننشيو الدماغاج هذا الدماغاج كنت تعطيك هناللزاب اللي سيبقى بحالي سنقوله في التليفون سيبقى بخدامي في الخلفية هنا تماما تقريبا نفس الشيء هنا كيفما كتشوفو عندي لزابليكاسيون قليل او لبرامج قليل امشي اول حاجة مثلا انا ما كنستخدمش سبوتيفاي مثلا ما كنستخدمش سبوتيفاي وهنا اكتشيفي سننشيو ديس اكتشيفي هذي من بعد ابري لما ديسنستاليسيش مثلا الابليكاسيون يمكن انك تدلها ديس اكتشيفي باش انك ما تتخدمش بها وش بقى عندك اذا كنت مثلا غتتخدم بها من بعد يمكنك تدلها ديس اكتشيفي وهكا يمكنك تتخدمها من بعد هذه الخطوة تطبقها على جميع ديال البرامج اللي عندك في الويندوز باش قاعد الابليكاسيون كي تدس اكتشيفون وما سيستهلكش من البطارية ديال الحاسوب هيدنا خصوصا اذا كان عندك حاسوب ربما متوسط او لا ضعيف او لا اقل هذه الخطوات تتعاون بزاف البيسي ديالنا باش انه لا يخطش لنا بزاف من البطارية وهذه الطبيقات لا يستخدم بزاف ندوزو على خامس خطوة كنمشيو البرامج من بعد كنمشيو البرامج من بعد كنمشيو البرامج بعد كنمشيو الجو هذه اول حاجة سنمشيو الجو النوسيفكاشون او البرامج كلهم سنقوم بزاف لانه سهل بزاف وما سنستخدمهم لان نقوم بزاف ندوزو على المكان لكابش نقوم بزاف نقوم بزاف من بعد الاخوان سنمشيو الخطوة الخامسة سنمشيو الاعدادات كما تشوفوا معي نضغط على الاعدادات سنمشيو الابليكاسيون لانه سننستال اللي ما نخدمه بهم فهذه الخطوة تجدون جميع الابليكاسيون اللي عندك في البيسي حتى اللي كاينين في النايضة من الويندوز تجدونهم كلهم هنا انا مثلا كما قلت لكم قبيلة لا نستخدم على spotify نقلب على spotify بعد ندلها لانه سننستال لانه سنستخدم بها لانه سنستخدم لانه سنستخدم كما تشوفوا لانه سنستخدم هذه الخطوات نفعله بزاف خصوصا لك لانه سنستخدم 4 فرام سنستخدم 8 فرام ومع ذلك نقوم بالخطوات لانه سنستخدم لانه سنستخدم كما تشوفوا معي سنستخدم سنستخدم ومع ذلك سنستخدم بعد سنستخدم البرامتر الأولى سنستخدم هنا إذا كان لديك الحاسوب فيه أقل من 8 فرام سنستخدم لانه سنستخدم لانه سنستخدم لانه سنستخدم سنستخدم هذه الخصائص ومن بعد سنستخدم سنستخدم ahi خاصة لانه سنستخدم ستستخدم من المينياتور سيجعل دعم 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 نستخدم نقوم سنستخدم ومع ذلك كما تشوفوا هنا المينياتور وهنا نريض لكن نسخدم براء ونستخدم ونضغط على متنة وقربه تم التخطير من الخطوات ونضغط على الوقت ونضغط على اوكي ثم اوكي ونضغط على سرع ثم نقوم بالعمل مثل انه يتحافظ له متنصف من حتى الصور مصيد كل الصور لا يصارمي كانت تسمى كتابة ومن المفترض كنت تسمى كتابة ايضا تنظر بعض الخطوات التي قمت بتحفظه على الفيديس لا تنسى الاشتراك في القناة اشتركوا في القناة شكرا على المشاهدة وشكرا على الدعم لكم شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة